بسم الله والصلاة والسلام وعلى معلم الناس الخير نبينا وشفيعنا وحيونا محمد إخواني الخواتي الغوالي جداً على السلام القلوب أرجع لكم مرة ثانية في درس كثير فخم اللي هو الدرس الثالث راح نفرج لكم بقانون من قوانيننا الأصليات الفخمات أخوي الحبيب عنوان درسنا القطعة المتوسطة والارتفاعات في المثلث بسم الله نبدأ على بركة الأخوي الحبيب هاد الدرس شو بيختلف عن دروس الماضي؟ إنه نقطة P مش جاية بالنص بالضبط إنها خلني حكي تكون هاي قد هاي قد هاي الأطلاع عندي هون مختلفة زي PF مش قد PE مش قد PD أطلع معجقة عنا قانون اختراع من لهذا الدرس قانون كثير فخم أكتب لك هي بالعربي عشان نفهمه ونتقنه ونطبق عليه مع بعض القانون كالتالي بحكيلي الظلع الطويل الظلع الطويل يساوي ثنين على ثلاث في الظلع كامل الظلع مين؟ كامل تمام؟ نعيد قانون الغريب شو بحكيلي؟ الله نطبق عليه ونحن نحفظه بسرعة الظلع الطويل يساوي ثن على ثلاث في الظلع كامل تمام؟ الظلع الطويل شو يساوي؟ ثنين على ثلاث في الظلع كامل وتعال خنطبق يا أستاذ كامل على السؤال اللي عندنا نشوف أول سؤال سؤال يقول لي إذا كانت النقطة P هي مركز المثلث الأمن وكان NQ يساوي ثلاثين نكتبها الظلع كامل يا أستاذ كامل شو يساوي؟ يساوي ثلاثين BDNP أيوه بس أعطيك ملاحظة عشان نعرف مين هو الظلع الطويل أنا بسميه مين هو الظلع كامل تعال فوق شوي أخوي أخوي الغالي أول شغلة الظلع كامل هو الظلع كامل مثلا BF هذا الظلع كامل كله الظلع كامل طب ساذ آسف إيش الظلع الطويل؟ الظلع الطويل اللي هو الظلع اللي من النص على الزاوية على الزاوية مش ع الظلع لا اللي مين النص على الزاوية هاهذا اسمه الظلع الطويل نعيد مين الظلع الطويل? هو الظلع اللي جاي من النص على الزاوية المثلث هيك هيك ه sortie طب مين الظلع كامل.? اللي هو الظلع كامل بطب برا الحيحة نتناقشه مع بعض هذا الظلع عبارة عن ظلع طويل وظلع صغير قصير وكل اسمه كامل يعني كامل اسمه كامل طويل الظلع الطويل ممتد من المركز على زوايا المثلث يعني بالعربي البي بي الظلع الطويل طيب مين الظلع كامل؟ بقول الظلع كامل FB أو بي أف نروح نطبق على سئلتنا اني عندي قرائتي السؤال اول شغلة قيل انا بدي طول مين؟ بدي طول NP بدي هاي ومعطيني كاملة طيب ساد انا كيف بدع في نوضع هذا الدرس اخوي اذا بعطيك الظلع كامل وبدي الظلع طويل او ظلع قصير وظلع كامل هاي الظلع عبدالس الثالث درس الثالث ثلاث اخوان الاخ الطويل والاخ القصير والاخ الكامل قانوني الظلع الطويل شيف ساوي الطويل؟ هو ثنين ثنين مكتوب ثلاثة جمال الله حيني تعالوا ثلاث في الظلع كامل الظلع كامل اخوي تعال افرجيك قيلي انا بدي NP 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 هاي هاي الظلع الطويل ليش؟ احنا هسا قولنا الظلع الطويل هو ظلع ممتد من النص على وين؟ على المثلث مش على الظلع مش على الخط لا لا جاي على الزاوية اللي بروه على الزاوية هذا الظلع الطويل تمام؟ هذا الظلع الطويل الظلع الطويل NP اصلا انا بدي اياه واي كرامة الطويل NP وانا اصلا بدي اياه يساوي ثنين على ثلاث الظلع كامل النكيو طب انا بالسؤال شو معطيك؟ يا سلاب ما عطيك الآن الكيو صار يعني اخوي اختي الغالية بروه صار عندي اثنين على الثلاث في قديش نضلع كامل ثلاثين تعال نضرب اثنين ضرب ثلاثين ستين طب ستين على ثلاثة بتصير عشرين فظلع للطويق قديش صار نعيد الان بي هاي طعث ما عشرين طب رول غالي الظلع كامل كم طوله الكامل بوله ثلاثين طب إذا هاي عشرين كم ظل ظل عشرة و بالعربي هاي كله ثلاثين هاي عشرين هاي عشرة أو هاي الفرع الثاني بده كيو بي هاي سفع ثاني و بي كيو هاي عشو في الظلع الثاني هاي 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 ها بده بي كيو إذا بيقولت نتوقع ال بي كيو بقول له بتساوي عشرة شو بتساوي بقول له بي كيو عشرة قانون الغريب بدي أغطي عليه نتذكر مع بعض الظلع الطويل شو بيساوي اثنين على ثلاث في الظلع كامل تم يا سلام تعالوا خانحل كمان سؤال لعيون الغالي كامل مع بعض إذا كانت كيو هي مركز المثلث وكان وكان وين أن بي خانطل ما أعطيني الظلع كامل هاشتاك درس الثالث الظلع كامل درس الثالث شو بدك بدون كيو بدون الظلع اللي طويل طب ليش أني كيو طويل أو شي بالمنطقة مين طويلة وغيره قلنا إذا من الخط للخط للخط اللي بكون من النص على الزاوية هذا الطويل قانوني الظلع الطويل الظلع الطويل يساوي الثلع مين الثلع ثلاث في مين في الظلع كامل في مين في الظلع كامل في مين في الظلع كامل تعال هاي الظلع كامل ونطبق مع بعض الظلع الطويل اسمه NQ NQ يساوي 2 على 3 الظلع كامل اسمه NP NP أنا بدي NQ بقول له حلوين حلوين هي NQ يساوي 2 على 3 في الظلع كامل NP هي 20 نحسب 2 إبع 20 شو سيئ عن الجواب؟ 40 على مين على 3 وهذا هو NQ تمام بقول له ها طلع 40 على 3 ها طلع 40 على مين برو حلوين بقول له حلوين شوف اللي بعده الفرع الثاني أبدو QP بدو القصير أنا بعرف انه مجموع هذا كله NP كله عباط 20 يعني هاي NP من هون إلى هون هاي 20 طبعي 40 على ثلاث شو ظل؟ شو ما عرضه شو ظل؟ يعني لو قلت لعشرة عشرين بحسب بس إما كسور بدي يعطيك طريقة فخمة لك كسور غالة أول شغلة انسى السؤال مين المقام اللي عندك؟ ثلاث من هو الرقم بتقسمه على ثلاثة بطلع عشرين من هو الرقم من الرقم اللي بتقسمه على ثلاثة شو بعطيك؟ بعطيك عشرين اللي هو ستين ليش؟ ستين على ثلاثة عشرين ليلة لكل واحد عشرين غير ستين ليلة الضيعي متبقي عشرين على ثلاثة أوف 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 فخامة نيت المرة ثانية شو اللي صار؟ أخوي هاي أربعين على ثلاثة راح أجمعها مع رقم بس الحالي من هو الرقم راح أجمعها لأربعين يقول أكيد عشرين عشان أربعين زاد عشرين سيستين وستين على ثلاثة تطلع عشرين تمام؟ في طرق ثانية بس اكثر زينا نخلط وحي المقامات وأجواء عشان نقل نعك بها ونفهمك يا صح لمسح ونعلك يا برو تعال هنا عشان إشي صادم يقف شو هاض مدام هاي ثلاثة فأكيد هاي مقامة ثلاثة نفس بعض أربعين زائد شو؟ ها؟ يطلع معي رقم معين بس هذا الرقم راح أقسمع ثلاث ويطلع جوابه عشرين بقوله أربعين زاد عشرين بتصير ستين ها عشرين شو بتصير مجموعين؟ بطلعين ستين ستين يقسمع ثلاثة؟ بطلع مع عشرين وهيك منكون طلعناها لكيوبي يا سلام علينا الإحداث المركز هاي بنخليها بالفيديو الثاني فيديو أول كان سريع لطيف وفكر كانت جنخة فيه ولكن خليها ببالك الظلع الطويل شو بساوي؟ 2 على ثلاث في الظلع كامل هذا ملقص أول فكرة الفيديو الثاني راح أصابنا إن شاء الله هسا 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 اللي كانت تطلع مركز مثلث كمان فكرة كتير سهلة ولكن خليها فيديو حالة سي يو أفين تسعة بالفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر